بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير تنتمنى الحبابي يكونوا إن شاء الله من الناجين عند الله سبحانه وتعالى وحفظهم حفظ أمة محمد كلها اليوم إن شاء الله حطوا لي الناس تعليقات على الناس اللي عندهم ولادهم ما تسمعوش وفي نفس الوقت فيهم العين فيهم الحسد فيهم السحر كل شيء هدية الوقت فوسخي ولادك ما عندهم مجموعين معاك في دارك ما عندهم شوين يمشيوا ولكن بطلة لهم العين بطلة لهم السحر بطلة لهم الحسد وخليهم يسمعوا كلامك الله سبحانه وتعالى نديروا الأسباب ونخليوا اللي على الله على الله ربي قادر يحمينا ويحمي جميع المسلمين ربي قادر أنه يرفع لنا هذا الوباء الناس اللي حطوا لي تعليقات على ولدتهم ما يتسمعوش غادي تهيي هذه الوصفة صالحة اليوم ولكن غادي ناخد واحد نهار في الليل دب احنا الحمد لله إنسان بارك في المنزل مرتاح ينوض يتحرك ينوض يطيب يدير الأشغال يلضر ولكن تيبقى عنده فراغ طويل المرأة الأم أو أي شخص يدير هاد الوصفة ولكن أنا الأم اللي سنهضر معها أنها بغاة تبطل ولداتها كاملين بغاة جمعهم في كفة واحدة وغادي نبطل لولداتي كاملين غادي نجيب التصاور ديالهم وغادي نكتب الأسماء ديال الأولاد ديالي أسماء ديالهم واسم الأم ديالهم وغادي نحطهم في الملحة في الملحة ناخد واحد جوجباكية ديال الملحة اللي غادي إن شاء الله غادي نوريكم أشنو غادي روليها غادي ناخد بحل هادي الصورة غادي نكسب الاسم ديال البنت اسم اللور وغادي نحط الصورة هكا وغادي نحطهم في الملحة اللي غادي نبطل لولادي كاملين فيها هاد الإبطال اللي غادي إن شاء الله غادي نوريكم أشنو غادي روليها حال هذا اسم الولد سنضعه هنا تهواء ونقرأ هذه القراءة ولكن الأم تكون نظيفة تكون نقية تكون معليها لزه جنابة تكون معليها العادة ونحاول أنني في تلوت الليل نحاول أنني نبطل الأسحار اللي عند ولدي إما منع عليهم العمل إما منع عليهم الدراسة إما معطل عليهم الأحوال إما تنتيها تل أم تحط صورة ديالة تل أب تل زوج ديالك تحطي الصور وتبطلي العائلة كاملة مهم أن تتحطي ديك الملحة قدامك وفي نفس الوقت تحطي الصور ديال الأشخاص اللي بغيتهم يبطلوا السحر وغادي تقرأي هذه القراءة غادي تبدأ بالفاتحة سبعات المرات فاتحة سبعات المرات وغادي إن شاء الله أول حاجة غادي يبدأ نفت من سلي الفاتحة غادي نقرأ صورة الزلزلة سبعات المرات ونفت نقرأ صورة الكافرون سبعات المرات ونقرأ آية الكرسي سبعات المرات ونقرأ آية الإبطال ديال السحر آية الإبطال ديال السحر أول حاجة عن قراءة هذه القراءة إن شاء الله حول الله من سورة الفرقان الآية ثلاثة وعشرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة بعد منقول أعود بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة ونفت على الملحة ونشي ونقول وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر من حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى نقول سبعات المرات وقد نقرأ إبطال للسحر وقد نقول قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقد نفت على المكونات غد نفت على المكونات مكون واحد هو الملحة ولكن المكونات هم الصور الصور لأشخاص المعينين غادي إن شاء الله غادي نفرق هاد الملحة اللي غادي نعطي لولادي يعوموا بها إن شاء الله غادي نعطي لولادي نقسم هاد الملحة على حسب الأشخاص اللي عندي عندي في البيت الزوج يعوم بها ويجمع الماء ويلوحو خارج المنزل إلا ما دبع على حسب إنسان في بيته غادي نحاول نطلع هاد الماء نطلعوا السطح المنزل أو نحطوا خارج الماء المنزل في وسط التراب لأنه مقرع له القرآن الكريم إلا ما كناش نخرجوه غادي نخويه في السطح البيت يتبخر مع الشمش غايتبخر هادك الماء القرآن غايتبخر مع السطح أول حاجة غادي نقسم هاد الملحة لكل واحد غادي نعطيه نصيبه في الملحة باش نبطل لولادي كامل على حسب الأجزاء دي الأشخاص ونحاول أنني نعطي لولادي كلهم يتبخروا أو يبغيت يتبخرهم تبخرهم ولكن أحسن يعوموا بهاد الملحة والماء ولكن يجمع هادك الماء ويعوم خارج من بيت الدوش أو الدوش يحاول أنه يعوم في المكان ليكون نظيف ونجمع هادك الماء ونطلعوا فوق السطح ونخويه فوق السطح باش يتبخر مع الشمش أو إذا تخرجوا قليل إذا كنت شجرة أو شي حاجان نخويه تحت شجرة ورجع البيت ديالي ما نبقاش في الزنقة بزاف أو نبقى في خارج البيت بزاف لأن ندبحنا محاصرين بهاد المرض تنتمنى أنكم تاخدوا الحاضر ديالكم بزاف ونحاولوا ونعاونوا بعديتنا باش ما يتكاترش هاد الوباء إن شاء الله أول حاجة أحبابي في الله ديروا هاد الوصفة وانتما متأملين الأمل في الله سبحانه وتعالى لأن الله قوي متين جواد رحيم لابد أن يلطف بنا الناس اللي بغاوا يضيفو يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع باش ولادهم يبدو يسمعوا كلامهم غادي منعوم بهاد الماء في السميع اللهم بغيت ولدي فلان والفلان يسمع كلامي وتصنط ليا ويسمع الكلام ديالي الدراري وخيكونوا صغيرين تقدروا تعاوموهم بهاد الماء بهاد الماء الماء والملحة تعاوموه ولكن الشرط الوحيد أنكم توضعوا هاد الماء في مكان يليق القرآن لأن ما قري عليه آية الإبطال وفي نصف الوقت في قرآن كريم الناس اللي عندهم يخرجوا خارج العتبة ويخويه تحت شجرة أو مكان يكون طاهر لأن الناس بزاف اللي ما ما نقدروش نعبته بالقرآن الكريم إذا كنتوا تقدروا تحافظوا على الماء اللي غادي تعاوموا به حاولوا تديرها لأن هتبطلوا تبطيل جماعي بالنسبة للأولاد وبالنسبة الأم وبالنسبة للزوج وبالنسبة الأبناء وفي نصف الوقت من يعموا بهذاك الماء فيه يا سامع يا سامع بغيت ولدي يسمع كلامي بغيت ولدي يسمع كلامي بغيت الزوج يسمع كلامي غادي في نفس الوقت غادي يكون عندك واحد بحال لأدب مجموعين مجموعين وليداتك في نفس الوقت ستبطل لهم وبغيت يسمعوا كلامك جيدة هاد الوصفة إن شاء الله حاولوا أنكم تديروها بإذن الله قبل من قبل من هذا نحبس حاولوا أنكم تدعموني في القناة لأن لابد أنني تحتاج دعم منكم لأن باش نزيد بالقناة القدام كين تقصير في لايكات وفي الحويج اللي خصومي تضافوا القناة قلال إذن ما فيها بس حاولوا اللي يدخل القناة يكون كريم معايا يكون كريم معايا ويضيف لي إضافة اللي تنستحق وخ عليك وخ عليك أو يكتب تعليق على حسب تنعرف قدرات دي الوصفات اللي سنحط واش عندي واحد الأجر ولله وفي نفس الوقت نشوف حبابي واش الشنس وعندهم بإذن الله تنتمنى لكم إن شاء الله تضيفوا لي دعم منكم إن شاء الله إذن حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا أنكم تدعموني ولكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأنا معكم أي حاجة بغيتها أنا معكم إن شاء الله بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته